الحقيقة اليوم أتكلم في موضوع البعض منكم قد يرى فيه نوع من التكرار لكن أحيانا بعض القضايا إعادة طرحة قد يكون مفيد بسبب بعض التحديات التي قد تواجهنا وتحتاج إعادة التذكير بهذه الأمور اللي يفترض أنها تكون الآن مسلمات بالذات بالنسبة لنا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن في مستجدات في تحديات تدفع إلى أن نحن نعيد طرح هذه القضايا وقد يكون طرح نفس القضية نفس الفكر أو الأفكار والرسائل لكن قد تكون في سياق آخر وبأبعاد أخرى أنا عنونت الحديث اليوم بالوعي والمسؤولية المجتمعية يعني إخوتي وأخواتي لا شك يعني نحن الآن في سنة 2020 والآن 2021 العالم مر بتحديات غير مسبوقة وهذه التحديات جعلت يعني العالم يكتشف أشياء جديدة يكتشف أدوات جديدة آليات جديدة وأيضاً يكتشف أحياناً يعني أبعاد مختلفة لما قد يقوم به أو يقوم بالآخر كوفيد 19 تحدي واجه العالم كل كل دول العالم تعاني يعني والأدوات والآليات التي استخدمتها دول العالم كانت متعددة ومختلفة ومتاحة للجميع لكن كان في فرق في دول تميزت في التعاطي مع الجائحة وفي دول تعثرت الشاهد يعني اللي ميز الناجحين شيء واحد الحكم الرشيد وهذا أرجو أن يعني هذا هذه الكلمة ضعوا تحتها خطين لأن يعني سنعيط طرحها والحديث عنها الحكم الرشيد هو الذي مكن الدول الناجحة اللي ميز الدول اللي تستطاعت أن تحمي شعبها وأن تحقق إنجاز في التعاطي مع جائحة كوفيد 19 ليس الحكم الديمقراطي وليس الحكم الدكتاتوري وليس أنواع من الحكم الحكم الرشيد بغض نظر عن التوصيف اللي قد يطلق عليه لكن الحكم الرشيد هو اللي جعله يحرص على حياة شعبه يحرص على سلامتهم يعتبر سلامتهم أولوية قسوة ويسخر من أجلها كل الموارد ويضع السياسات طيب ويصنع المؤسسات من أجل إيش؟ من أجل خدمة شعبه المحافظة على سلامتهم على حياتهم وتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار وهنا يعني لما أقول أنا أقول هذا الذي يميز الدول التي نجحت في التعاطي مع جائحة كوفيد ماكين الحكم الرشيد هذا الحكم الرشيد أيضا يتطلب حتى ينجح وعي مجتمعي ومسؤولية مجتمعية ولذلك إذا تذكرون القيادة عدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله قال كلمة هذه الكلمة نحن نحتاج دائما أن نستحضرها وأن نجعلها شعار لنا قال الجميع مسؤول عن الجميع المسؤولية ليست مسؤولية الدولة فقط بل مسؤوليتنا كلها ولهذا التعاطي مع التحديات فيما يتعلق بكوفيد ناينتين أو غير من التحديات يتطلب وعي مجتمعي طيب يتنبثق منه مسؤولية مسؤولية مجتمعية أنا مش مسؤول فقط عن نفسي وعن أهلي وأسرتي بل أنا مسؤول عن مجتمعي وبالذات الحقيقة وبالذات في التعاطي مع التحدي ذاتي وأنا بضرب لكم الآن بعض الأمثلة في هذا السياق نحن في واقع نحن في واقع نتفهمه وعلينا أن نتعايش معه واقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي أصبح إما أن يكون منصات وأدوات طيب وحسابات ومشاهير يقومون بأدوار إيجابية طيب مؤثرين طيب يقومون بأدوار إيجابية وأدوار مسؤولة أو أو شخصيات حسابات مؤثرين يقومون بأدوار سلبية وهنا يأتي التمييز والتمييز ينبغي أن ينطلق ممن من الفرد ذاته من وعيه وإدراكه بالمسؤولية المجتمعية أنا لما أكتب في مواقع التواصل الاجتماعي ما في أحد ماسك إيدي لا أنا أكتب بحرية تامة لكن هذه الحرية ليست مطلقة هذه الحرية مقيدة بأن تكون إيجابية تنفعني تنفع أهلي وتنفع مجتمعي الخطورة إذا تحولت هذه الحرية المتاحة لأنا طيب إلى أداء ظرني تسير إلي إلى أهلي إلى مكانتي إلى مجتمعي إلى قيادتي ولذلك مهم جدا أن نضع شعار المسؤولية الذاتية ينبع منا ذاتنا من خلال وعي وعي بالتحديات لأنه واجهها طيب ووعي بالمسؤولية المجتمعية نحن الآن العالم كله واجه مثل ما يقولون موجة جديدة من الفيروس ودول كثيرة أغلقت واتخذت إجراءات طيب هذه الإجراءات يعني أدت إلى إغلاق دول كاملة نحن في الإمارات الحمد لله لم يحدث هذا طيب حدث أنه بدأت إجراءات بدأت حملات توعية طيب لمعالجة إيش لمعالجة خلل خلل من تسبب فيه تسبب فيه من لم يستجب بإيجابية وبمسؤولية لنداء القيادة ولم يعي الحقيقة الأصوات المسؤولة التي تصدر في الإحاطة الحكومية وتقدم معلومات طيب وحقائق وتوجيهات ورسائل لنا للمحافظة علينا بل البعض للأسف الشديد كان يقوم بدور مشكك طيب في الأرقام مشكك في الرسائل وهذا أفرز إيش أفرز تسيب عند المجتمع وأنا عندي أمثلة أنا أقول لكم عندي أمثلة من أشخاص الحقيقة الحال وصل أنه كان يشكك لكن انتهى أنه في العناية المركزة طيب بسبب إيش بسبب الفيروس لما الخطاب كان يأتي بالتنبيه والتحذير البعض كان ما كان يتلقى بإيجابيه بل يتلقى بحس سلبي ليش يكلمون نحن المواطنين ليش المواطنين ليش يؤشرون كذا هم ما يقولون لك هذا من باب اتهام بل من باب حرص من باب محبة من باب إدراك إدراك لما يحدث على الأرض بواقع من خلال أرقام محددة وإحداثيات محددة يعني أنا أقولكم الأخوة في اللجنة العليا اللجنة الوطنية للطوارئ لما يتكلمون ما يتكلمون من فراغ ما يتكلمون من قرأوا مقال في جريدة أو شاهدوا فيديو في مكان لا عندهم بيانات دقيقة جدا جدا هذا المصاب الواحد يعرفون متى أصيب وأين أصيب ومن معا كان مخالط في هذه الإصابة يعرفون بالثانية وبالمكان ولذلك لما يقدمون خطاب يقدمون خطاب بناء على المعلومات طيب طبعا يطلع لك واحد من الأبطال يقول لك طيب طلعوا لنا الأرقام نبغي نعرف وين هذا وين هذا ليش هذا لماذا هذا التشكيل لماذا لا تكون إنسان عاقل وإيجابي هذا المسؤول اللي يعمل ليل نهار بعضهم يداوم 18 ساعة في اليوم أنا قلت هذا عدة مرات أعرفهم شخصيا من أجل سلامتي وسلامتك ويأتي يوجه خطاب من قلبه حريص على سلامتي وحريص على سلامتك وأنت تأتي تقول لي لا 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 أنا أريد أن أعرف هذا وين وهذا وين يا أخي تجاوب بمسؤوليك كن الصوت الوطني الإيجابي لا تشك لا تشك في الرسائل الوطنية التي تقدمها القيادة أو يقدمها من وضعتها القيادة ليقوم بهذا الدور هؤلاء يضحون بأنفسهم بأوقاتهم بأشياء كثيرة في حياتهم من أجل ماذا من أجل سلامتي أنا وسلامتك دعنا نبعث رسالة إيجابية لهم رسالة تقدير بماذا بأن نلتزم رسالة تقدير بماذا بأن نحافظ على حياتنا على سلامتنا سلامة أهالينا هذا هو المطلوب ولهذا مهم جدا أن نتفهم نحن الآن لما نكتب شيء ترى العالم يقرأه والعالم يرصده والعالم يتابعه وهناك وهناك من الحاقدين من المغرضين من المشككين من الذين يتربصون بأي إنجاز وطني إماراتي للإساءة له وتشويها وفكروا أنتم نحن الآن نعيش حدا بيتحقق بإذن الله يوم 9 فبراير وصول مسبار الأمل إلى المريق هذا المشروع من أعلن عنه وهم يشكيكون فيه ويصيغون لنا فيه بي لما البعض بدأ يتكلم عن الأرقام بصورة سلبية حديثة خرج وين خرج على مواقع تتربص بنا واستخدم في الإساءة للإمارات لوطنك والتشكيك في مصداقيته ومصداقية إنجازاته ولهذا لما تكتب تذكر أن العالم مش أنت وربعك طيب يقرؤون ويرصدون العالم يقرأ ويتابع ويشاهد وهناك مغرضين وإحذر كل الحذر أن تزايد انتبهوا إخوتي واخواتي لا تطرحون قضايا تزايدون فيها على قيادتنا في مختلف المواضيع إحنا الله أكرمنا وحبانا بقيادة تسبقنا في طرح كل شيء يخدم هذا الوطن والمواطن أنا أستغرب لما يطلع لي واحد أو وحده ويزايدون في موضوع يتعلق بخدمة المواطن وخدمة الوطن تزايد على مهن أخي أختي أحمد الله عز وجل على الإنجاز اللي عندكم أنتم طيب وقارنوا أنفسكم بالآخرين الجاهعة هذه في ناس في دول متقدمة جاعت ومرضت وعانت طيب أنتم من أول يوم قيلكم لا تشلون هم من أول يوم قيلكم الغذاء والدواء خط أحمر طيب من أول يوم كانت الإجراءات استباقية في كل شيء طيب وأنت الآن بين دول العالم في موضوع التطعيم اللي موجود عندكم غير موجود في أي مكان آخر المجالس والخيام مفتوحة طيب وإذا عندك أحد من كبار المواطنين لا يأتوا للبيت يأتوا وهم يخدمون محبة فيه حرصا على حياته حرصا على سلامته وهذا ترى شوفوا هذا يتابع يوميا من القيادة أنتم تفكرون هالبيان لما يطلع كم واحد الطعام أنتم تعرفون عنه هذا قبل ما تتعرفون عن أنتم في توجيه من القيادة ومتابعة وحصل للرقام ومسائلة ليش ما عملتوا أكثر كيف ممكن نعمل أكثر وين في مشكلة كيف ممكن نسعل هذا الأمر أفضل للمواطنين والمقيمين أحدهم كتب كيف والله تسمحون للآخر يأتون من الخارج طيب حتى يأخذوا التطعيم على عرض الإمارات الرد كان لا نحن حريصين على حياة أي إنسان وأي إنسان أين مكان نستطيع أن نساعد وندعم سنقوم بذلك وكل من يستطيع أن يأتي إلينا طيب سنحرص على حياته وعلى سلامته هذه قيادتكم ولذلك المزايدة الحقيقة في الطرح أحيانا البعض يطعق قضايا تتعلق بخدمة الوطن وخدمة المواطن تزايد على من أنت أنت تضع تضع وطنك في موقف يسيله الأعداء والمغرضين ومن خلالك أنت من خلال ما تكتب عنه طيب يستخدم لمن لشتم والإساءة لقيادتك اللي هي تعمل ليل نهار من أجل سلامتك من أجل مصلحتك من أجل أن الإمارات تكون دولة مستقرة آمنة مزديرة من أجل أن أبنائي وأبنائك وأحفادي وأحفادك يجدون بلد طيب يسابق العالم في مختلف المجالات شوفوا أنتم يكتب أحدهم تغريدة طيب خلال ساعة تجدها إما على الجزيرة أو على البي بي سي أو على الحسابات الخوانة الإخونجية الهاربين أو غيرهم من المرتزقة تستغل كيف تقبل أنت عندما تضع نفسك في موقف يستغل ما تكتب للإساءة لوطنك للإساءة لقيادتك ولهذا إخوتي وأخواتي الوعي مهم جدا أنت مسؤول وأنا مسؤول مش مسؤولين عن أنفسنا فقط مسؤولين عن الجميع مسؤولين عن هذا الوطن بل مسؤولين عن كل من يتواجد على أرض هذه البلاد الطيبة أن يعيش آمن معزز مكرم توفر لكل الخدمات طيب هكذا نحن هذه الإمارات هكذا أرادها زايد رحمه الله تعالى العطاء ثم العطاء ثم العطاء نحن محبة العالم لنا تأتي من أين من عطاءنا من إنسانيتنا طيب ولذلك حتى هذا الازدهار اللي عندنا مبني على هذا العطاء وعلى هذه الإنسانية ولذلك إخوتي وأخواتي يجب أن نعي أن كل كلمة نكتبها أو نقولها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها متابعة ومشاهدة ومرصودة إما أن تستخدم لتلاحم وطني وتلاحم إنساني طيب شيء يشمخ بهذا الوطن ويرفع من رصيد إنجازاته ويرسل رسالة إيجابية للعالم عني وعنك أو أن يكون ما تكتبه أو ما تقوله طيب يستخدم في الطعام في وطنك وفي قيادة وطنك الحقيقة هو في النهاية أسرتك قيادتك التي ترعاك وما تحقق من هذا إنجاز من الإنجاز الذي تعيش أنت ليس بالمال وليس بخدمات معينة إنما في قيادة جعلتني أنا وأنت رقم واحد جعلت سلامتي وسلامة أولوية قسوة سخرت كل الموارد من أن تحفظ حياتي وحياتك وحيات من منحب ولهذا علينا أن نتحمل مسؤولية هذا المجتمع مش إن فيك القضية نقول وين القيادة وين الحكومة وين الوزير وين المسؤول هؤلاء مسؤولون لكن لهم رصيد من الإنجازات نعم قد تشوف أشياء أنت ما تحققت لكنها في في الطريق ستتحقق ويتحقق أفضل مما أنت تتصور أنت لكن قد تكون هناك مبررات أنا لا أعرفها وأنت ما تعرفها لكن الإنجاز اللي نشاهد لما نقارن أنفسنا بالآخرين بالدول الأخرى نقول الحمد لله الحمد لله أن جعلنا على هذه الأرض الحمد لله أن جعلنا إماراتي الحمد لله اللي حبانا بهذه القيادة اللي خدمتنا وخدمت غيرنا في الوقت الصعب اللي في قيادات كثيرة في دول كثيرة كانت مرتبكة كانت مترددة طيب وفكرت في قضايا ضيقة جدا لا قيادتنا كان تفكيرها يسع هذه الأرض بأكملها جعلنا أنا وأنت أولوية لكن أيضا حسهم الإنسان رفع روسنا نحن في كل مكان ولهذا إخوتي وأخواتي الوعي ثم الوعي ثم الوعي المسؤولية المجتمعية مسؤولة كن صوتا لهذا الوطن بعد فترة تفخر بهذا ولا تكون سبب للإساءة لوطنك والقيادتك الحذر كل الحذر أنك أنت تعطي مبرر للمتربصين والحاقدين يحطون صورتك ويحطون اسمك ويقولون ويقولون شوفوا هذا شوف هذا ضد فلان ضد القيادة هذا ضد الإمارات هذا يفضح الإمارات هذا يكشف الإمارات هذا حدث خلال الفترة الماضية أتمنى من الجميع أن يعني يدرك المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الوطنية للأسف البعض أحيانا يعني ينسى نفسه يبحث عن زيادة متابعين يبحث عن نجومية عن شهرة ويورط نفسي في موقف سيء جدا إخوتي وأخواتي الشهرة لا تكون على حساب الوطنية زيادة المتابعين والنجومية لا تكون على حساب الإساءة للقيادة اللي رعتني ورعتك وجعلتني وجعلتك أولوية وحافظت على حياتي وحياتك أتمنى من الجميع يعني أن يعي هذا الأمر ويتبنى ويعني يحاسب عندما يأتي ويكتب أي شيء ويقول أي شيء أن العالم يعصد هذا الأمر الأول أمر آخر الآن الحمد لله أرقام التطعيم عندنا يعني يمكن نسبة وتناسب الدولة الثانية في العالم في هذا الأمر ويعني الأرقام تتزايد من حالة التطعيم لكن التطعيم أيضا يجب مع التطعيم الالتزام بالإجراءات الاحتراسية التجمعات اللي فيها مخالبة تجنبوها حصا على سلامتكم على سلامة آبائكم وأمعاتكم أنا أقولكم هذا الكلام وأنا كررت مرات كثيرة وتمكن تذكرون في رقضان لما قبل العيد حذرت قلت انتبه لا تسعى إلى فرحة تنقلب إلى حسرة تنقل أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك إلى المقبرة بعد العيد بأيام وللأسف البعض قام بهذا وحدث هذا الآن في أرقام المطلوب الالتزام واحد يقول لي والله أنا ما أقدر أمنع أم لعيال تابقوا يسوي حفلة عيد ميلاد للأولاد يا أخي أنت مسؤول وهي مسؤولة كم بيت انتقلت له انتقل لهذا الفيروس ونشره في الحي وبين الأقارب بسبب حفلة عيد ميلاد أنا أكلمكم وأنا أعرف أرقام وأعرف حوائل طيب وأعرف هذه الأم اللي استهترت عشان تفرح عيد ميلاد ولدها وكانت النتيجة أن أمة وجدت في العناية المركزة الآن بين الموت والحياة اللي أتمنى أن نحن نتعاطى بإيجابية مع رسائل القيادة ورسائل الأخوة والأخوات في اللجنة الوطنية نتعامل معهم بحس وإيجابية الحقيقة نلتزم التباعد الاجتماعي يجب أن نتعايش التباعد الجسدي يجب أن نتعايش معه الكمامات يجب أن نتعايش معها جزء من حياتنا لا نستهين لا نستهتر لأن في النهاية سنندم المستهتر هو الذي سيندم ترى هو الذي سيدفع الثمن أمه أبوه أبناء أبناته وبعدين هذا الفيروس يتقلب ويتحور طيب ولا يقول يعني واحد كان يقول والله أنا الخطورة على كبار السنة عمر 42 سنة عارفة الآن في العناية المركزة فإخوتي وأخواتي صوت القيادة صوت صادر من القلب صوت حريص عليكم استجيبوا له تعاطوا معه بإيجابية تفاعلوا معه بإيجابية لأنه من مصلحتكم مصلحت أهليكم طيب ونحن يجب علينا كلنا أن نحن أي واحد بي خالف نقبله بالمرصاد بلغوا يعني التعاميم اللي صدرت أمس من بعض أجهزات الشرطة أن أي واحد يشوف مخالف بلغوا عليهم إذا بلغت هذه رسالة حرص عليه على المبلغ مبلغ عنه وعلى أهله وعلى الحي اللي يعيش فيه وعلى المجتمع لا تجاملون أحد لو أخوك بيخالف بلغ عليه لو أختك بتخالف بلغ عليها هذه المسؤولية المجتمعية أتمنى إخوتي وأخواتي أن هذه الرسالة تكون وصلت وأن ندرك أن نحن في عالم مفتوح يجب أن يكون الصدى الإيجابي لتوجيهات القيادة ورسائل القيادة وربي يحفظكم ويحفظ كل غالي عليكم الله يبارك فيكم حد عندي شيء يريد يعلق يريد يضيف